متابعيني جميعا على قناة انفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مروة سليمان وفيديو ان شاء الله النهاردة جديد وخبر جديد على قناتنا عن الذكاء الاصطناعي ونماذج الذكاء الاصطناعي النهاردة الخبر حيكون من شركة مايكروسوفت شركة مايكروسوفت اتاحت نموذج الذكاء الاصطناعي قوة من اوبن اي اي لكل مستخدمي مساعد كوبايلوت او كوبايلوت اسيستنت بشكل مجاني من غير ما تحتاج ان انت تشترك في كوبايلوت برو وكوبايلوت برو الخطة المدفوعة قدرها 20 دولار شهريا للمعندوش خلفية زي بالضبط اشتراب شاة جي بي تي بلاص وهذه الميذة اطلقت في اكتوبر الماضي داخل كوبايلوت لابس متاحة كانت بشكل تجريبي للموجودين في البرو بلان ولكن هذه الميذة الان موجودة بشكل مجاني لكل مستخدمي كوبايلوت حتى في الخطة المجانية الكوبايلوت مميزتها اين هي بتساعتك في كتابة الاكواد البرمجية انك انت تخطط او تعمل بلاننج او بلان استراتيجي في حاجات كتيرة جدا خاصة بالريزونينج موديلز زي ما احنا عارفين وزي ما احنا شايفين سوء الذكاء الاصطناعي بيشهد تطورات كبيرة في الفترة الاخيرة خصوصا في الريزونينج موديلز اللي بتشتغل على البرمجة وبتشتغل على المعادلات الرياضية الصعبة وحاليا الموضوع بقى فيه منافسة قوية جدا حتى شركة مايكروسوفت دخلت هي كمان علشان تنافس استعالوا نشوفوا النهاردة الميزة اللي بقت موجودة بشكل مجاني لكل المستخدمين وهي think deeper موجودة داخل مايكروسوفت كوبايلوت من شركة مايكروسوفت يلا بينا دخلنا على كوبايلوت.مايكروسوفت.com علشان نبتدي نجرب الميزة الجديدة وهذه الميزة الجديدة اللي حتح لنا ان احنا نستخدم O1 الريزونينج موديل من شا جي بي تي طبعا زي ما احنا شايفين الواجهة الخاصة بكوبايلوت مختلفة شوية ولكنها سهلة جدا في الاستخدام هنا انت بتلاقي علامة البلاس بيبقى هنا نيو شات وهنا الابلود ان انت تحمل ملف وهنا جو تو هوم وهنا هتحط الماسج اللي انت عايزها وهنا الجزء الخاص بي الميزة بتاعتنا اللي احنا جايين نتكلم عنها النهاردة هذه الميزة اللي هي think deeper when responding وهنا علشان تستخدمها لازم تدوس عليها علشان تفعلها وتظهر عندك بالشكل اللي انت شايفه قدامك وفيه حاجة بقى مهمة بيقولها لك ان علشان يرد بياخد حوالي 30 ثانية عشان يديك اجابة صحيحة يعني التفكير العميق هنا بياخد حوالي 30 ثانية فما تقولش ان هو لا بطيء هو بيقولك ان هو بياخد 30 ثانية هنا هبتدي اجرب اول حاجة معايا في البرمجة هقوله create a one page website for my new course كورس جديد مثلا اسمه master AI tools make it more visualized and colorful and I need it unique with a buttons هستخدم ال HTML وال CSS والجواسكريبت علشان تنشئ هذه الصفحة اللي هي عبارة عن landing page لكورس اسمه master AI tools هنا هبتدي ادوس enter وزي ما قلتلك هياخد حوالي 30 ثانية عشان يرد عليك وحنشوف مع بعض الوقت النتيجة هنا اعطاني الكود بتاعي ال HTML الوحد وال CSS الوحدة والجواسكريبت الوحدة كمل اول مفروضة قوله put all codes in one text file ولاحظ ان انت طول ما انت شغال مفاعل think deeper علشان تكون مفاعل ال reasoning model بتاعنا اللي هو shgbt01 اعطاني كل الكود في ملف واحد زي ما احنا شايفين هناخده copy وحروح لفجول الستوديو كود عشان ابتدي ان انا انفزه ونشوف مع بعض الone page website هي دي الone page website بتاعتنا master AI tools unlock the future with artificial intelligence learn more انزل معايا تحت why this course what you will learn we ready to get started enroll now وزي ما احنا شايفين الone page website ممتازة جدا كlanding page وجيدة وتفاصيل بتاعتها كلها واضحة ال home about curriculum enroll طبعا انت بتضيف جوه الكود links بتضيف ممكن كمان لو حابب ان انت تضيف صور لو عايز تعمل الكلام ده كله بتضيفه داخل link عايز تعدي الفيال text فهنا هو قام بانشاء صفحة انا شايف اولا ان هي منظمة اه من غير مطلب منه تفاصيل كتير هو عطاني اه يعني انت مفوت تكتبي ايه جوة landing page why this course تفادي انت تكتب بقى التكست بتاعك what you will learn عايز تكتب بالعربي اكتب بالعربي what you will learn حتتعلم ايه الحاجات دي كلها تقدر انت تتعدل عليها داخل الone page website يلا بنا مع بعض نجرب تطبيق تاني هنا هبتدي اسأله سؤال روبوت لديه 8 ازرع في خمس اشياء على طاولة ما سكين شوكة ملعقة دبدوب دمية الروبوت بيلتقط كل شيء ثم يصافح نفسه كم ذراعا يتبقى لديه حرا يعني هو حيلتقط الخمس اشياء الموجودة على الطاولة وهو عنده ثمن ازرع وحيصافح نفسه يعني كمان حيصافح نفسه كم ذراعا يتبقى لديه حرا هنا انا نفع على think deeper وحبتدي ادوس enter وحنشوف النتيجة احنا هنا كأننا بنختبر الone داخل كوبايلوت فهنا حنشوف هل هو بيشتغل بنفس الكفاءة ولا لأ داخل كوبايلوت وبنختبر النتائج بتاعته عاملة ازاي زي ما قلت لك بياخد 30 ثانية في الاجابة وحنستنى الاجابة بتاعته هنا بيقولي حسنا دعنا نفكر في الامر خطوة بخطوة اولا هو عنده ثمن ازرع وفيه خمس حاجات موجودة على الطاولة الدوميات ده بده بالملعقة السكين الشوكة والروبوت حيلتقط كل شيء بزراعة واحدة يبقى هو استخدم خمس ازرع ثم يصافح نفسه يد لكل الزراع يبقى كده سبع ازرع الازرع المتوقية هو الزراع واحد حر فاذا الموضوع هنا فصرهولي بالشكل ده علشان انت تبقى فاهم الاجابة النهائية جات منين طبعا هو اسوأل سهل مفوش مشكلة ولكن انا بوريك الاجابة المنطقية الطريقة اللي هو جاوب بها اجابة جيدة جدا تعال نشوف تطبيق تاني هنا حتزي ان انا اقول له write an article اكتب مقالة عن how to use AI tools in learning languages في تعلم اللغة وحسيب think deeper متفعل وحدوس enter ونستنى الاجابة كنا شفنا ديب سيك R1 كنجاوب عليها بشكل ممتاز جدا هنشوف دلوقتي كوفايلوت هنجاوب عليها ازاي باستخدام الO1 موديلها هنا اعطاني article بالشكل ده وكمان اعطاني flow short وهنا هو ما اعطانيش ال references هنا لو طلبت منه اقول له give me the reef هنا اعطاني ال references بيقول لي انا باعتذر ان انا ما اعطيت كيش ال references مبكرا while I didn't cite particular sources فهنا هو بيعتذر عن هذه الجزئية وهنا لو دست حيوديك على هذا الرابط هنا حيديك additional resources تعالوا نشوف تطبيق تاني يلا بينا هروح احط التطبيق الاخير معي النهاردة كل صباح تذهب ايا في نزهة طويلة تبلغ 9 كم وتتوقف بعد ذلك في كم في الساعة بتمشي بسرعة ثابتة واعطاني بتستغرق النزهة الدقيقة ساعتين و24 تقريبا دقيقة المهم هنا عايز يعرف عدد الدقائق اللي هتمشي فيهم ايا بما فيها الوقت اللي هتأضيف في المقهى فعلا نشوف الاجابة هتكون عاملة ازاي المفضل هنا اعتقد 204 دقيقة كانت الاجابة بما في ذلك 24 دقيقة تقضيها في المقهى فعلا اجابة صحيحة هنا بيقول لي بقى حتة من عنده كده من المثير الاهتمام كيف يؤثر تغيير بسيط في سرعة المشي على الوقت الاجمالي للنزهة يعني هل جربت يوما تغييره تينا كالصباح دي حتة كده من عنده احنا يهمنا الزمن الكلي اللي هو 204 دقيقة بالنسبة لاستخدام ثينك زيبر من كو بايلوت وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو اتمنى تكونوا استفدتم من معلومة النهاردة اتمنى تجربوه وتقولوني رأيكم في التعليقات دايما بتعودون دايما اشوفوا في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة انفو تكفر يوزان بقول لكم في نهاية كل فيديو متنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولكنتم متابعين الأعزاء متنساش لايك وشير وكومنت دمتم فرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة